أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وقالت الوزارة إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجروعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا كما اشترطت على القادمين للحج من خارج المملكة تقدم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية